الدراما المصرية الدراما المصرية وفيها كمان الناس بدأت يحللوا ويطلع يتكلم عن المسلسل وعن الأبطال وعن الحبكة الدرامية وعن لو كانت المقدمة دي أو دي وبالتالي يبدأوا يعملوا حاجة بقينا نسميها ترند يعني تتكلم عن حاجات والناس تشيروا وبعد فيبقى الكلام اللي تكلموا عليه ده ترند الحالة الجمهور دي الجمهور كله تحول إلى سباق مين الناقد ومين اللي بيكمل وبعد عرض مثلا ده بيبدأ أحيانا أحيانا مع عرض البروموهات اللي هو التوقيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يبدأ كلام النقد مع البروموهات مع الأفيش مع كل حاجة كلام بدري جدا وحاجات كتير بتبدأ تحصل طالما أنت الناقد على السوشيال ميديا في ضيفاتي الآن الناقدة الفنية الحقيقية والكاتبة دعاء حلمي في التسع أهلا بيك يا دعاء أهلا بيك أنا لما اتشرفها ده أنا معيك يا أكيد ده الشرف لي ده اللي بيحصل يعني إحنا بقى عندنا نقاض عظام على السوشيال ميديا يعني الناس بقت بتقول اللي هي عزاء بطبيعتها زي ما هي شايفة أحيانا بيرفع العمل وأحيانا بيكون ظالم بعض الشيء ده أكيد لأن حساباته الشخصية برضو ممكن يبقى ليه حسابات شخصية ما بيحبش النجم ده فبالتالي يخصف حقه شايف أن العمل ده ما كانش يروح في الاتجاه الكوميدي كان شايف أنه هو يكمل الفكرة ما تحتملش كوميديا بس هي الفكرة كلها أن مين اللي بيسق في رأي الجمهور ده في حد ذاته نبقى عينك على المصدقية أو عينك على أن انت سمع صوت الجمهور وفي نفس الوقت شايفة العمل ده تبزل فيه مجهود قديم ما يتخصفش حقه فهي دي الفرق اللي بيبقى عن الشخص اللي بيكتب بتلقائية وبيكتب بمشاعر طب أنت كنقضة إزاي بتقسيها يعني مسلسل بدأ وبدأ الكلام بتقسيها لأن في حاجات برضو هقولها لك بصراحة لو أنا عادة عالكنبة وأقول أي حاجة اللي عجبني واللي مش عجبني وإمتى تحسي لا هنا لازم أن تمه فيه أراء فعلا في الموضوع ده بيبان لأن الشخص نفسه اللي هو كاتب أو الأكاونت ده أنت بتقدري تقييمك والله هو مش وقع افتراضي أنا مش مؤمنة بكلمة أنه هو وقع افتراضي لأ الشخص الحيادي اللي فيه عنده موضوعية اللي فيه عنده وجهة نظر بيبان سواء كان الموضوع حتى بسيط أو كان أغنية أو كان فيلم لأ فيه ناس كتير أنا بعتذب أراءها وبسمع لها لأن أكيد عندهم حق وبسمع رأيهم كمان فيه فده المهم مين الشخص اللي قال يعني اللي هو البحث وراء الحساب نفسه المقولة دي أو الحكاية دي بالضبط طيب أحيانا بيبقى الناس بقى في مود معين وبينجحوا حاجات معينة قد يرى النقد نفسه بالشكل بقى الأكاديم والعلمي والأكاديمي إنها لا تستحق كل هذا أحيان كتير بيحسن مسلسلات بيبقى فيها ضجة أنا ببقى الفضول بيدفعني وبيدفع غيري وعشان كده فيه حاجات بقيت فيه أكاونت معينة بيبقى ممولة أو بتبقى موجهة فأنت بقى تأخذ بالك أن لا أنا هتفرج على العمل وأنا الفيصل عندي أنا إذا كانت ضجة دي كلها فيك ولا لا هم عندهم حق في الضجة دي المائدة الرمضانية بدأت الدرامية والموضوعات متنوعة الناس وقفت فين من البروموهات؟ طبعا كل الناس كانت في حالة انتظار وشغف وأنا عن نفسي حتى كتبت ده وقلت يا جماعة البروموهات كلها شفناها أنا مستناهي للاختيار حالة التماس وحالة الانتظار وحالة عدم التوقع الناس كلها الحقيقة هو ده أكتر برومو سمع مع ناس بدلين هو مليون مشاهدة في ست ساعة تقريبا أو سوعة ساعة أكيد طيب خديني بقى لباقي الموضوعات الاجتماعية الميزة للمائدة الرمضانية زي ما حاك بتقولي متنوعة جدا السنة دي ودي الميزة الهيلة يعني احنا السنة اللي فاتت ما كانش عندنا حاجة عمل كوميدي نقدر نتكلم عنه أصلا عندنا كوميدي كبير راجع ده احنا 8 مسلسلات كوميدي رقم ضخم فتقدر تقولي 8 مسلسلات كوميدي المنشاة العام الأبرز السنة دي الكوميديا لكن الاجتماعي نقدر نقول 4-5 مسلسلات الشعبي 4-5 مسلسلات المخابراتي أو العسكري عندنا تقريبا 3 مسلسلات فبالتالي انت لا الحقيقة فيه تنوعة فيه تنوعة كبير مين حيفجئنا والله ينحسن أو مين غير جلده يسرى راجع للكوميديا من الشابول اللي هي لبسادة بزاف فكرة المسج ما بين الأجيال ده حاصل زي ما حاجة تقولي يسرى مع معي كساب وغدا عادل هلا صدقي مع نالي كريم وبرضو فدي عبدالغاني هنا في مسلسل فتن أمل حربي هتلاقي كمان إلهام شهين مع مناشة أنا شايفة يعني هاني سلامة فيه ندوج يعني ملف السري واضح أن هاني سلامة داخل داخلها كمان مختلفة لأنه ساسبنس اجتماعي الحبكة دي لا مش موجودة أو التيما دي مش موجودة في كل المسلسلات هتلاقي دايما بيبقى فيه تيمة غالبة لا ملف السري جذبني أنه هو فيه ساسبنس وفيه اجتماعي فأعتقد أنه تماعي كوميدي هتنا راجعين يا هوا وعائدون يعني الاتنين راجعين بس مش عارفين إحنا هما راجعين فين خرد النبوي الميزة أنه هو تركيبة حلوة هي فكرتني شوية بفكرة أبو العيلة البشري أو الشخص اللي راجع من سفر وبيشوف الحكاية هل إحنا محتاجين أبو العيلة البشري أنا حاسة أن إحنا محتاجين أبو العيلة البشري لحالة الانبهار دي وفكرة الكوميديا الممزوجة بالاجتماعي فهو لا السماء الغالبة السنة دي اجتماعي رايحة عودة ميكي بقى الكبير تحس ريحة رمضان بتاعت زمان يعني آه وبالذات مع التينيجيرز ومع السن الصغير لا مستنين ومستنينه بشكل غريب وأنا ممكن شو تخيلة كده الناس كتير قاعدوا يقولوا طب هنشوف ايه الجديد وهو ده العلامة الاستفهام بالنسبة لي وعلمة التعجب والانتظار ان احمد ميكي احنا رايحين لحتة مختلفة ولا احنا ايه الأخبار وبالذات ان دنيا سامير غاني مش موجودة وجه جديد او رحمة حسام عين الدراما المصرية السنة دي يعني الدراما المصرية عشرين اتنين وعشرين اعتقد ان واتشت هتبقى رقم واحد ده حقيقي في المشاهدة انا عن نفسي منتظرها لان الحقيقة ان حصل الفترة اللي فاتت واتشت عملت انتاج متميز بمسلسل تحقيق جذب كتير من القطاع الكبير من الشباب ان هي تعرض كل المسلسلات وتبقى متاحة بفكرة ما فيش اعلانات او ما فيش ضغط زي الاول انا عن نفسي ما بتفرجش على وجه اخر خط كده لو بتكتبي لو عملتي مقارنة سريعة بين ما تم انتاجه في العام الماضي من دراما والتوصيات اللي كتبوها وقالوها وما يعني سنشاهده في عشرين اتنين وعشرين هل فيه تطور في شكل جديد اعتقد ان فيه تطور لان زي ما بنقول مش بس فكرة التنوع ومش بس فكرة ان نجوم مصر كلهم بيشتغلوا انت ايه فجأة بتلاقي اربع مميزين نازلين الساحة ليلة علوي ويسرى وهلا صدقي كل الاجيال كل الاجيال موجودة كل الاجيال توفيق عبد الحميد ورجوع المكالمة الهيلة اللي خريك عملتيها وفرحة الناس بيه لا احنا عندنا عندنا القوة النعمة بتاعتنا لا احنا كتير وغزيرة ومختلفة وهو ده اللي باين من اتماعات المختلفة للمسلسلات يعني فلا اعتقد الناس مستنية مسلسلات كتير قوي طيب انا يعني شايفة ان الكلمة الاخيرة هتكون خلاص بعد ساعات قليلة بداية الماراثن الرمضاني وان شاء الله نتابع معيك ونتابع مع السوشيال ميديا هل انتي متوقع السوشيال ميديا كمان السنة دي تغيرت بقى فيه يوتيوبرز انفلوانسرز تيكتوك وغيرها بقى الناس كلها بتتكلم هل انتي شايفة انه صناعة دراما مهمة والمحتوى يبقوا بيشوفوا عين خصوصا اللي بيعملوا المسلسلات على الهواء يلحق يعمل حاجة ولا يمشي في خطه بانوش دعوة بالسوشيال ميديا لا يكمل الا اذا حصل بقى ايه ضجات كده يحاول يمتصها فبنشوف ده ساعات بيحصل في بعض المسلسلات بس لا هو يكمل عشان قمشت الدراما المكتوبة لا بناها ما ينفعش يتغير لان الجمهور برضو بمنتهى الزكاء بيقدر يفرق ان لا فيه حاجة تغيرت او فيه حاجة حصلت فلا اعتقد ان فيه مسلسلات كتير هتعمل حالة تماس كده مع الجمهور بالذات الاجتماعي زي ما قلنا يوترن وزي ما قلنا احلام سعيدة يعني شكلنا هنتفاجئ وحيبقى فيه حاجات كتير اعتقد ان يبقى فيه مفاجئات انا قدر فنية دعاء حلمي انا سعادة بيكي وان شاء الله نكمل كلامنا في رمضان باذن الله يعني بوقت اكثر مع دراما مشوقة اكثر اكيد مشكرك شكرا جزيلا ان نورتينا في التسعة ولكل مشاهدي التسعة يا رب ان شاء الله الساعات المقبلة تحمل الينا رؤية الهلال باذن الله وساعتها لا لنملك غير ان احنا نقول كل سنة وانتم طيبين دي كانت اخر حلقة قبل رمضان اتقي معكم في الشهر الكريم باذن الله الاربع والخميس ويكون لنا لقاءات كثيرة وندخل معكم الى مائدة رمضان بروحانياتها الحلوة وايضا باعملنا الفنية دايما الجميلة كل عام وانتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر